السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع إيمان عبدالله والسؤال هندسة أوجد قيات الزاوية الحمراء في المسلس الزاوية الحمراء ألفا معنا هنا في مسلس وموجود هنا في الداخل القطعة المستقيمة فأسمة المسلس إلى مسلسين كما نرى في زاوية في الأعلى 20 درجة وزاوية هنا على اليسار 80 درجة وعندك هنا أن الضلعين الضلع ده بيساوي الضلع ده مع ملاحظة أن الرسم غير غير دقيق 100% لكن إحنا هنا في صدد الحساب لهذه المسألة وإيجاد قياس الزاوية وليس رسم شكل معين إحنا عايزين نوجد زاوية ألفا طبعا هذه المسألة لها ترأتين للحل الطريقة عادية هنشتغل بها وفي طريقة بحساب استخدام الحساب المسلسات أنا هنا هشتغل بالطريقة العادية عشان الجميع جميع المستويات أنه يقدر أنه يستوعبها لمدرس حساب المسلسات يقدر أنه يفهم بسهولة نبدأ الفكرة والطريقة في البداية هنضع الأحرف على المسلس موجود معايا A B C وهنا النقطة دي هتكون دي أنت عندك المسلس A B C هنا زاوية 20 وزاوية 80 مجموحهم 100 يبقى إذن زاوية C مباشرة هتكون كام 80 يبقى هنا 80 درجة يبقى أفهم من كده زاوية القاعدة هنا للمسلس ده 80 وهنا زاويتين القاعدة 80 و80 يبقى المسلس ده متساوي الساقين يبقى هنا الضلع ده يابد أنه يساوي الضلع اللي هنا ده كامل يعني هنا حيكون ده لو رمز الجزئية دي هتكون A يبقى الجزء ده هيكون B لأنه مقسومة 2 هنا A B يبقى هنا هتكون بتساوي A زايد ال A زايد ال B كما نرى أمامنا طب لو جينا من B نعمل امتداد بشرط أنه يكون الضلع ده هيساوي الضلع المتواجد هنا زايد B هنا وفي نفس الوقت الزاوية ده هتتقسم لجزئين جزء منه حيكون 20 وجزء حيكون 60 كما نرى يعني بالشكل اللي أمامنا هنا الزاوية ده حيكون 20 درجة والزاوية ده حيكون 60 اتقسمت الثمانين لجزئين كما نرى أمامنا هنا وبالتالي حيكون معايا هنا المثلث ده A B C ده هنا الزاوية ده 60 والزاوية ده حيكون بالتبعية 60 درجة وهنا ده 20 يبقى ده مفروض يبقى 40 زيها عشان يبقى كل المثلث لأنه هنا لو عندك 60 وهنا 60 لأن المثلث احنا اتفاقنا اللي حيكون الضلع ده بيساوي الضلع اللي هنا ده حيكون بيساوي A زايد B أيضا فبالتالي الزاوية اللي فوق لو جينا نجمع الاتنين دول نتراحه 180 لازم يبقى هنا كام يبقى هنا 60 هنا موجود معاك 20 يبقى تزاوية دي يبقى تزاوية دي كمان تزاوية بيساوية 40 درجة يبقى فمن كده المثلث ده مسلث ماله متساوي الأضلع اللي هو المثلث اللي أنا مظلله باللون الأصفر هذا مسلث متساوي الأضلع الضلع A B حيساوي الضلع A K بيساوي الضلع B K حيساوي كله حيساوي طبعا A زايد B حبتيتها وصل C بK فحينشأ معنا المثلث اللي أنا ظللته هنا C A K هذا المثلث هتلاحظ أنه هو متساوي الأضلع الضلع ده بيساوي الضلع ده A زايد B وهنا A زايد B تمام يبقى إذن زاويتين القاعدة بيكونوا مالهم متساويين يعني الزاوية اللي هنا تحت دي هتساوي الزاوية اللي هنا دي طب حيساوي كام أنت عندك هنا في زاوية هنا موجودة كام 40 جميل 40 لما تترحم المية والثمانين يبقى إذن معاك 140 تقسيمهم على الأطنين 140 على الأطنين إذننا 70 يعني كل الزاوية بـ 70 يبقى أفهم من كده أنت الزاوية دي هتكون 70 درجة والزاوية دي كاملة 70 طب موجود منها 60 يبقى الزاوية دي بقتها كام 10 عشان يبقى مجموحها 70 تمام فأصبح هنا الزاوية موجودة يبقى دي 10 وهنا الزاوية دي كام 70 المثلث اتفقنا أنه هو يكون متساوي الأضلاع الساقين متساوي الساقين كما نرى أمامنا وهنا لما نيجي ننظر للمثلث اللي أنا مظلله باللون الأصفر وهو المثلث هنا D A C هتجد أنه هو هيشابه مثلث آخر وهو المثلث C B K المثلث C B K المثلث الأصفر ده هيشابه المثلث ده هتقول لي طب التشابه موجود في ضلع وزاوية وضلع آخر هنا الضلع ده هتلاحظ أنه هو يساوي الضلع اللي هنا جميل جدا وعندك كمان أنه في ضلع هنا ده A B اللي هو الضلع ده الموجود ده بيساوي A زائد B يعني الضلع ده بيساوي طبعا الضلع الده الثاني ده بيساويه لأن المثلث احنا اتفقنا المثلث ده كان كله كام يعني ده A زائد B أيضا فبالتالي في ضلعينهم وفي زاوية اللي هي كام زاوية عشرين درجة وفي زاوية تانية عشرين درجة فبالتالي الضاوية اللي هنا عشر درجات هتساوي زيها الضاوية دي هتساوي كام عشر درجات في المثلث اللي باللون الأصفر طب هنا هنجي نركز مع المثلث اللي أنا ظللته باللون الأزرق هنا عندك المثلث ده اسمه ايه مثلث B دي سي المثلث بي دي سي تجد ان زاوية بي بتساوي تمانين درجة تمام؟ يبقى زاوية دي تمانين درجة موجودة هيت بي سبعين لأن التمانين كانت زاوية سي كاملة هنا الجزء ده بعشرة بقى هنا دي سبعين درجة عشان ايه النقطة دي ما تفوتناش دي بسبعين ايه بسبعين درجة طب مجموحهم لاتنين حيكون كام مية وخمسين ايه درجة مجموعة لاتنين دور بمية وخمسين درجة يبقى اذا الفة دي لو جينا نطرح من مية وتمانين لابد انها تكون كام درجة تلاتين يبقى زاوية الفة اللي هي زاوية دي المطلوب ايجاد كويسها زاوية الفة هنا بتساوي كام بتساوي تلاتين درجة وهذا هو المطلوب اثبات وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته